السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 27 ايار مايو القمر اليوم الآن موجود في برج الجدي ورح يظل في برج الجدي لغاية الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعديها من برج الجدي لبرج الدلوف ورح يظل موجود القمر في برج الدلوف لغاية الساعة 12 و32 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع منزلة سعد بلع هي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة واربع عشر دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر بما أنه لغاية ساعات المساء موجود في برج الجدي معناته من ظل أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما راح تكون سهلة بالنسبة لإلنا والبعض مننا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر ألا نعتمد على الحضوض لازم نعتمد على مجهودنا الشخصي يمكننا بدأ عمل جديد ولكن بعد دراسة ومشاورة أهل الإختصاص أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي للي بدهم يعملوا دايت مثلا أو بدهم يبدوا على برنامج غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة من الزوايا أول زاوية راح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي زاوية راح تكون بعد منتصف هاي الليلة يعني بأول دقائق من بداية هذا اليوم ساعة 12 و33 دقيقة بعد منتصف الليل بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية هي مناسبة أيضا للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية راح تكون الساعة 3 و36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها راح تكون صعبة شوي بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه ما يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالعصبية وبالتوتر وبردات الفعل طبعا هاي الزاوية بتشكل سبب للخصومات مع النساء يستحسن برضو أنه ما نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة لأنه برضو هاي الزاوية مضرة جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة عشرة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية ودقيقة مساءا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن ديكور تجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات والفن أما بالنسبة للحدث اللي راح يصير بعد هاي الزاوية وهو خلو المسار السلبي للقمر اللي راح يبدأ الساعة ثمانية ودقيقة مساءا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل بيستقر عنا في برج الدلو عشان يقمن بعد هذا الوقت منشعر أن بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صدقات جديدة أو تغيير مظهرنا أو مثلا قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بكل ما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وأيضا تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزاوية التي تليها اللي هي باقتل الانتقال مباشرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينج نهتم بشكل كبير من مشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأن مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة ومنح ذا بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها اليوم يعني تقريبا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء من الآن وحتى ساعات المساء بتظل أكثر حساسية من ساعات المساء وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية هي بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية إلا اللي في دول أوروبا أو في أمريكا كندا اللي بكون عندهم الوقت ما زال ساعات نهار ما بنصح بعمليات الجراحية في فترة خلو المسار أما بالنسبة لعمليات التجميل طبعا اليوم لغاية ساعات المساء ما بنصح بعمليات التجميل مثل الحقن أو الجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية لغاية ساعات المساء يصلح لقص الشعر التجميلي فقط أما صبغ لا يصلح إنه يصلح ولا يصلح للقص العلاجي أيضا بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 2.19 دقيقة عصر يوم الأربعاء وبيستمر حتى ما بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس لا ينتقل القمر بعدها يعني الساعة 12.32 دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 19 يوم الآن الساعة 38.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش ونبدأ باليوم العشرين نسبة الإضاءة 79% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 سعيدة بنسبة 100% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو طبعا ورح يضل في الدلو ليوم 35 سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الفجر سعيد بنسبة 85% ساعات الصباح سعيد بنسبة 60% أما في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 85% في ساعات المساء نسبة السعادة 100% عطارد في الثور حتى يوم 36 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17 سعيد بنسبة 70% المريخ في الحمل حتى يوم 96 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 9 سعيد بنسبة 30% ونبتم في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل وبينجحوا بالدفع بمصالحهم طبعا لهذا اليوم يعني لغاية ساعات المساء وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بتكون تهدوا من روعكم ما تنفعلوا تجنبوا مخالفة القوانين احرصوا على استقراركم وتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات المساء وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا مهنيا عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا العمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبتكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما في ساعة المساء ونبي انصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد حاولوا انك تلتزموا بمسئولياتكم وتعتبر هاي الفترة فترة واعدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي في إدارة الأمور أما في ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات في فرصة لتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا أو تواصل مع الأحبة وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة تتحرك على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما زال القمر موجود مقابلك تماما وبتظل هاي فترة ممتازة أو مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هاي فترة يعني أقل ضغطا وسلبية صحيح أنه بينفعك فيها الصبر والمرونة ولكن فيها كثير من الأشياء الإيجابية للمصالحة والتقارب وخصوصا مع الشركاء أما في ساعات المساء القمر بيوصل للبيت الثامن وهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع الوضع اللي انتوا فيه بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة أو لترتيب الأيام القادمة بخصوص الأمور المالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات المساء انتبهوا لغذائكم وراحتكم كونوا منظمين أحسنوا دارة عملكم حذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أي عمل اليوم لأنه في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فمن ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام ما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمل لك يعني صحيح أنه القمر رح يكون سعيد فممكن بعض موليد برج الأسد يكون عندهم ارتباط مهم فبتكون حافظوا على هدوء عصابكم وما تكونوا عدائيين برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم من الآن وحتى ساعات المساء بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو اتجاه الأحبة أما في ساعات المساء هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات المساء بتيجي تتعاون من أفراد العائلة أو ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو مثلا ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة إلى أجواء عدائية متوترة فبدك تراعي أيضا وضعك الصحي أما في ساعات المساء هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرح لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطه في مجال السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعة المساء وبتضل الفترة مناسبة لإجتياز امتحان أو تقديم امتحان أو مقابلة وأيضا تعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعات المساء وهنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك بسبب تصرف ما أو حدث ما أهمش أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بظل من الآن وحتى ساعات المساء في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن كونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة جدا للتواصل مع المجتمع ولأسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة بالنسبة لموليد برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا بتحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعة المساء بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا رغم إنه في كثير من الفرص اللي ممكن يجيك من وراها مكاسب مالية بس ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر لأنها هاي فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء بتستعيد نشاطك وحيويتك تتحمس بشكل كبير لأنه رح تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ولكن حاول أنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات المساء لأنه صحيح أنك بإمكانك تستغل هذا الوقت لتعزيز شعبيتك وتحصد أرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك فهذا الأمر كله بيدعمك لإنجاز الأعمال الضرورية باستعاني ببعض الأشخاص لأنه في ساعات المساء رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم فببتكوا تتجنبوا بالأيام القادمة اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض أحاذر الأفكار السودة والمعنوجات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر